استقبال وفد نادي الاتحاد السعودي بطريقة جميلة جدا من قبل أعضاء الإقليم وهذا شيء مؤسف ومخجل لأن هذا النادي السعودي لا يستحق الاستقبال ولا يستحق الاحترام بسبب موقفهم المخجل والذي يدل على عدم الاحترام نادي القوة الجوية عندما ذهب وفد نادي القوة الجوية إلى السعودي فإن وفد نادي الاتحاد السعودي لم يستقبلهم فقط ارسلوا السائق لحضورهم الى المكان المقرر الاقامة فيه ولم يعطوهم تذاكرة في مكانهم المخصص بل جلسوا في المدرجات مع الجماهير قلة احترام كبيرة من ادارة نادي الاتحاد السعودي يجب المعاملة بالمثل وعند وصولهم الى العراق كان استقبالهم جيد جدا من قبل مسؤولين في اقليم كردستان تاريخي اصبح المهاجم العراقي علي الحمادي هو اول لاعب عراقي يسجل في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الانكليزي السوداني بقرار شجاع يبلغ اتحاد كرة القدم ان الدوري العراقي يبث من خلال العراقية الرياضية حصرا وبدون تشفير لتصل المباريات الى جميع الجماهير النجم الفرنسي كريم بن زيما في تصريح اعلامي فور وصوله الى اربيل قائلا انا جدا متحمس لخوض اول مباراة في العراق سوف تكون هذه اول مباراة لي واكمل نادي القوة الجوية العراقي لديه صلابة دفاعية منظمة ويصعب على اي نادي اختراقها سوف تكون مباراة صعبة علينا كريم بن زيما يستعد لظهوره الاول في دوري ابطال اسيا في ملعب فرانسو حريري في اربيل سيكون اول ملعب يخوض فيه بن زيما مباراته الاولى بالبطولة القرية الاهم امام القوة الجوية بحسب مصادر خاصة اكدت لنا ان اللاعب العراقي زيدان اقبال يتحصل على عرض رسمي من نادي لبزي يونايتد الانكليزي الناشط في الدوري الانكليزي الممتاز وفي حال قبول العرض فان القيمة السوقية لللاعب العراقي زيدان اقبال سوف تصل الى خمس عشر مليون يورو وهو رقم كبير اذ لم يتطرق له لاعب عراقي او خليجي اطلاقا عضو الجهاز الفني لفريق القوة الجوية حمزة هادي في تصريح لموقع المستديرة الرياضية الجميع يعلم مدى قوة فريق الاتحاد السعودي الذي يضم مجموعة من ابرز النجوم العالميين على رأسهم الفرنسي كاريم بن زيمة فريق القوة الجوية يحترم منافسه كثيرا لكن لا يخشاه خصوصا بعد العرض الجيد الذي ظهر به الفريق في مباراة فهاب نعول على عاملي الارض والجمهور للتقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة ايجابية وسيلعب الفريق من اجل تحقيق الفوز الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة باللاعبين لتحقيق نتيجة ايجابية نستطيع من خلالها المنافسة بقوة في المجموعة عضو ادارة نادي الزوراء كاريم رزاق في تصريح لموقع المستديرة الرياضية اللاعب حسين فلاح لانضمن لقائمة الغائبين عن صفوف نادي الزوراء قبل مواجهة النجمة اللبناني يوم الاثنين بكأس الاتحاد الاسيوي اللاعبان حسين فلاح واحمد عبد الحسين سيغيبان بسبب الاصابة فيما سيغيب اللاعب حسام كاظم عن اللقاء بسبب البطاقات الملونة الزوراء سيخوض بعد قليل اول وحدة تدريبية له في السعودية قبل مواجهة غدا الاثنين بات ثلاثة لاعبين مغتربين مهددين بالابعاد عن قائمة الاسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي استعدادا للاستحقاقات المقبلة ويفاضل الكادر التدريبي الاسباني للمنتخب العراقي بين لاعب العراق في الوقت الحالي للاستقرار على التشكيلة التي ستخوض تصفية آسيا المزدوجة ونهائيات كأس آسيا قطر 2023 ويسلط موقع المستديرة الرياضية الاضواء في سياق التقرير التال الضوء على ابرز ثلاثة لاعبين مغتربين مهددين بالابعاد عن المنتخب العراقي في المرحلة المقبلة اللاعب مسيس ارتين بات مدافع سبا كينبورد الهولندي مسيس ارتين مهددا بالاقصاء من قائمة المنتخب العراقي في المرحلة المقبلة اللاعب لم يشارك في بطولة الاردن الرباعية لكنه حظي بعدة دقائق في مواجهة تايلند بنهائي كأس ملك تايلند ورغم اعجاب كاساس ومساعده بمواصفات اللاعب فانه يخضع لمرحلة التقييم والمقارنة مع مدافع المنتخب العراقي الاخرين على درار علي فائز وعلي عدنان وريبين سولاقة ومنافي يونس وسعد ناطق وحتى مصطفى ناظم بالتالي تتضاءل حظوظه فيال مرحلة لمقبلة اللاعب فرانسو بطرس المحترف في صفوف فريق تايبورة التايلندي فرانس بطرس هو الاخر يواجه خطر الابعاد رغم الاعتماد عليه في مباراة الاردن الاخيرة واشراكه اساسيا مصير بطرس لا يختلف كثيرا عن مسيس ارتين فحظوظه ستتقلص بعد عودة سعد ناطق الى المنتخب العراقي وكذلك في ظل تألق علي عدنان في مركز قلب الدفاع بالتالي فان اللاعب قد يجد نفسه خارج المنتخب العراقي في التصفيات كون كاساس ربما يلجأ الى مداثع المنتخب الالمبي العراقي تحت 23 عاما اللاعب احمد علي المحترف في صفوف روين الفرنسي احمد علي كان مفاجئة قائمة كاساس لبطولة الاردن الرباعية كون الشارع الرياضي العراقي لم يسمع عنه شيئا في السابق احمد علي يخضع حاليا للمقارنة مع محترف في زيل البرتغالي اسامة رشيد نظرا لان كاساس حسم امر امير العماري وامجد عطوان مسبقا وربما يعتمد عليه كاساس ضن القائمة في حال اجر غربلة في المراكز الاخرى يذكر ان المباراة المقبلة للمنتخب العراقي ستكون امام اندونيسيا على ملعب البصرة الدولي في السادس عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل فيما سيواجه فتنامو في الواحد والعشرين من الشهر ذاته وكان المنتخب العراقي قد حقق المركز الثالث في بطولة الاردن الرباعية الاخيرة بعد فوزه على صاحب الارض والجمهور بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الاصلي بنتيجة هدفين مقابل هدفين وذلك في يوم السابع عشر من اكتوبر تشرين الاول الحالي الصحفي العراقي عدنان لفتة في تصريح لموقع المستديرة الرياضية قائلا هناك حرب كبيرة يقودها اعضاء من الاتحاد العراقي على عدنان درجال بالاضافة الى بعض المدربين والاعلاميين ويحاولون افشال مشروعه الوطني الاعلامي محمد خلف في تصريح صحفي مشروع عدنان درجال دوري نجوم العراقي وليس مشروع الجماهير العراقية قلتها سابقا واعيد القول عدنان درجال كان متسرع جدا في انطلاق دوري المحترفين وبدأ الفشل شيء بعد شيء اولا لا يوجد برنامج تقنية الفيديو في اغلب الملاعب فقط ثلاث او اربع ملاعب لديها تقنية الفيديو الفشل الثاني دخول نادي الميناء بسبعة لاعبين الى ارض الملعب امام نادي الشرطة واعتبر الفريق خاسر بعد صفارة الحكم عند الدقيقة التاسعة هذا الفشل فقط عدنان درجال هو من يتحمل ذلك لا احد سواء ترجمة نانسي قنقر